مرحبا أعطيكم العافية وسلام للجميع اليوم نحكي آخر تطورات على كوفيد 19 هذا الفيروس اللي انتشر حول العالم وبدأ من مدينة وهان في الصين طبعا في بحث نشر من قبل السلطات الصينية والأطباء الصينيين وهذا أكبر بحث لأنه عندهم أكبر أرقام أكيد فعن بعطينا شوية استاتيستيك مهمة وأنا هحكي عنها اليوم طبعا الصين استخدمت التكنولوجيا بطريقة رائعة في موضوع هذا الفيروس الكوفيد 19 حكينا قبل هيك استخدموا الدرونز واستخدموا الروبوتات لتوصيل الأكل لكن الآن في عندهم أبس عملوها تقدر تحدد لك مكان الإصابة إذا جمب بيتك أو لا بالتحديد في أي مجمع سكني إذا أنت بتحتاج لرعاية صحية مثلا عندك حاسس بحرارة أو شيء تقدر تطلب عن طريق هذا الأب تحكي مع دكتور أولاين بعدين إذا شافوا أنه عندك الحرارة بيجوا بوخدوك إذا محتاجين وطبعا إذا أنت محتاج لأكل إذا أنت ما عندك أكل إشياء عن طريق هذا الآب ممكن تطلب هذا الأكل طبعا آخر الشغلات إذا أنتم تعرفوا كلكوا أن المدارس كلها معطلة فالمدرسين قرروا أنهم يطلعوا بدروس أولاين مع طلابهم وعملوا منصات إلكترونية لهدول المدرسين بحيث أنهم يستطيعوا طبعا في البداية كانت بداية شوية الآن منصات تعتبر جيل جديد من التعليم الإلكتروني لأنك أنت بتحكي عن ملايين مئات الملايين من الطلاب عم بدرسوا عن طريق هذه المنصات الآن إلى أن يتم حل المشكلة طبعا نسبة الدراسة هاي توصلت أنه نسبة حالة الوفاة الناجمة عن هذا الفيروس كانت 2.3% يعني كل 100 شخص 2.3 منهم بيموتوا خارج مدينة وخان داخل مدينة وخان كانت 4% الفئة العمرية الأكثر إصابة أو عرضة للموت اللي هي كبار السن والمرضى بالحالات المزمنة مثل الأمراض السكر والضغط نسبة الوفيات بين الأشخاص اللي تزايدت عمرهم عن 80 سنة كانت حوالي 15% 14.8% في حين كانت بين السبعين والتسعة وسبعين بس 8% وثلاثة وستة بالمية في الناس اللي من ستين إلى تسعة وستين يعني كل ما نزلت النسبة العمرية كل ما نزل العمر كل ما نزلت نسبة الوفيات الفئة العمرية اللي تتراوح من عشر سنوات إلى تسعة وثلاثين سنة شفنا كم واحد مات فيهم كانت نسبتها 0.2% 0.2% يعني كل ألف شخص مات منهم بس اتنين بهذا لهذا وارتفعت بـ 0.4 من عمر أربعين إلى تسعة واربعين كمان في هناك مجموعة من حوالي 20 ألف شخص أنه نسبة الوفيات كانت لظروف صحية مسبقة زادت عن 0.9% الناس اللي كانوا يعانون من أمراض قلب من المتوفيين كانوا 10.5% ويليهم مرضى السكري بنسبة 7.3% والحالات اللي كانت تعاني من أمراض جهاز تنفسي مثل أزمة أو سل أو شغلات زي هيك كانت 6.3% من نسبة الوفيات أغلب الحالات ونسبتها 80.9% 80.9% ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض في حين ظهرت أعراض شديدة على 13.8% من المصابين وأظهرت 4.7% كانت حالتهم حرجة جدا توصلت الدراسة بيضو أن العاملين بالمهن الصحية الأطباء والنيرسيز والذي بيشتغلوا بالمستشفيات أكثر الناس عرضة للمرض هذا في حوالي ألفين شخص أصيبوا بهذا الفيروس من الطاقم الصحي للعلم الصين أرسلت أكثر من 35 ألف طبيب من خارج مدينة وهان إلى وهان غير الجيش يعني هذول بس الطباء المدنيين اللي تم إرسالهم لهذه المدينة طبعا هناك 14.6% من بين المسعفين الطبيين أصيبوا بالفيروس ووصفت حالاتهم بالحرجة في حين بلغت نسبة الوفيات بينهم فقط 0.3% أو 0.3% طبعا بهاي الدراسة كتير كان فيه شغلات حاولت لخصلكوا إياها لكن أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الإصابات بفيروس الكورونا يبدو أنه فيه انخفاض في الصين وهذا مؤشر جيد رح أورجيكم هذا الموقع اللي باعتمد من منظمة الصحة العالمية في تحديد عدد الإصابات طبعا بهذه النقل إنه الإصابات عم بتخف يوم بيوم وطبعا فيه ناس كتير بتشكك بالأرقام تحكي إنه الأرقام أكثر بكتير لكن هذا اللي موجود عندنا ما بنقدر نحكي غير اللي موجود الأرقام الموجودة إذا حدا عنده أي دليل إنه الأرقام غلط يظهر هذا الدليل أما الكلام الحكي إنه الأرقام الصحة يعني بس بعبعة وكلام وشغل ميديا طبعا هذا هو الموقع الرسمي للأرقام تبات الكورونا وحنا زي ما شايفين في حوالي 75752 حالة حالات الوفاء 2130 معظمها بالصين وحالات اللي تعالجت 16844 ألف حالة معظمها برضو في الصين طبعا هورجيكو الكيرف هذا الكيرف هذا مهم جدا بتطلع عليه كتير في الحالات الإصابة زي ما شايفين بآخر أيام الأعداد الكيرف كتير قل في مكان شايفينه شايفينه عداد قلت كتير في هذا الكيرف يعني سرعة الارتفاع وهي على أعداد الشفاء يعني برضو كويسة في هاي الفترة اللي ما شايفينه هون هاي لما غيروا طريقة التشخيص كانت بس بالارنيا هلا صارت بالسيتي سكان هذا الكيرف نفسه ورجيناكو اياه بس دور جيكو اياه هذا الكيرف المتوقع اللي بيحكوا عنه انه لغريثميات بطريقة حسابية وهذه نسبة المرضى انتوا زي ما شايفين آخر أي أول أيام كان الأحمر اللي هو نسبة المرضى أكثر من أخضر نسبة المتشافيين هلا نسبة المتشافيين أكثر عم بتزيد آخر أيام بهذا الغراف يعني هذا هو الموقع الرسمي للارقام الآن بالنسبة للكورونا أو الكوفيد ناينتين الاسم الرسمي تبعه خلينا نحكي لحد الآن ما في علاج رسمي بالنسبة للفاكسين أو اللقاح طبعا ما تنتظروا قريبا كل العلماء بيحكون يحتاج على الأقل سنة للحصول على هذا اللقاح لكن الأرقام في تنازل وهذا شيء جيد وهذا يثبت النظرية اللي وضعوها في هيئة الرقابة الأمراض المعدية في الصين وحكوا أنه بين 15 ونهاية شهر فبراير راح يكون البيك تبع المرض وبعدين راح يصير ينزل بتراجع في إبريل إن شاء الله حكوا أنه حينتهي هذا الفيروس أو حتنتهي الإصابات فيه فنتمنى ذلك حبينا نعطيكم آخر تحديث إن شاء الله تكونوا قد استفدتوا يعطيكم ألف عافية وسلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد شكرا